وخفقت الأمل بالمرة باستعمال الكلام والحوار في محاولة إقناع جران في الوطن ومخاطبتهم بالتي هي أحسن وبالعقل والمنطق أو نحاول على الأقل نستعمل العلم والدليل والحجة التاريخية مؤتقى للرد على اتهاماتهم لكي يعرفوا الحقيقة فقدت الأمل قلت لأنني ولي تعرف غير نعي رصي وفي الأخر نفشل كيف سبق لي فشلت دايما في إقناعهم بخصوص كل المغالطات على المغرب والذي سبق لهم تبناوها وحاولت معهم بحسنية حتى يقصت يقصني بصراحة والذي تمتأكد باللي حاجة لا تقنعهم ومتأكد باللي عسكر جيران نلعبو لهم في أدماغتهم بشكل مفرط وفضيع ونجعو يرجعوهم وحدة من الجوج أولا إما عايشين منومين غايبين على الواقع ومفاهمين ولوه ناس في صوبات عامق ميؤوس من إيقاظهم منه ضيع عليهم بحقيقة وبالتالي كل محاولة إنعاش الخلايا الدماغية دياله اللي يخربها بخروبة واستمر على نفس النهج دياله العسكر اللي خلفوه ما غادش جيب نتيجة بالمرة تانيا إما العسكر فورمطوهم مزيان ورجعوهم بحاله مكراهين عذائيين ومستمتعين بسياس الكابرانات ومنغمين كل الفضاعات اللي كيرتكبوا في حقهم وفي حق جيرانهم وسدين عينيهم أو ادنيهم على الظلم وسماع أي كلام تحق الفيديو اللي خصص مناسبة لاتداء سافر اللي تعرض لي العالم الوطني من فوق صفر دولتنا ببرلين والليبي ينتفي بأنه اعتداء من طرف مغاربة لكن مأجورين من أداءنا تعليقات هذه المفورمطيين على الفيديو وجدت كل هكا تشجع الفيديو اللي اعتداء الجرمي بدعوها أن العالم دينا ماشي عالم الشعب المغربي وأنه خصوص قد حتى هو غير عالم اليوطي وما كنت بغير رد على هذا النوع والتخربة خصوصاً مع هذا النوع ديال البشار اللي يمسكين مرفوع عليه القلم إلا أنه رقيت بعض التعليقات من بعض المغاربة قد طلبوا منين وضح للناس حقيقة الموضوع باش ما تنتشرش الإشاعة ويتيقوها وهذا شيء لاش قررت ندير هذا الفيديو باش نوضح فيه تاريخ العالم الوطني وفن فيه المغالطات وهذا الفيديونا ديروا فقط في خاطر المغاربة الحرار وخاطر راية المغربية وماشي في خاطر شي حد اخر لهذا كنت نطلب منكم كالعادة باش تربطوا الأحزيمة وتقلسوا معي شوية ديال الوقت تشوفوا هذا العالم الوطني ديالنا واش عندهم مع المغاربة شيء أصل وانفصل ولا غير اليوطين اللي يجابوا لهم انفصل فبلا ما تشوفوا بعيد نبغي نشوفكم لكن بعد الفاصيل وكما العادة إذا كنت تعود المراكز وفيديوهات ديالي ما تنسانيش الاشتراك اللايك والتعليقات لأنها تساعدني عرفت التجموعة الإنسانية منذ القدم استعمال الأعلام كرموز للوحدة والالتحاد ديالها وكانت كتوضعها على الأراضي اللي تحت صيدارة ديالها باش تبيين الناس بأنها ملكا خالصا لها ومخصحت حد يقرب منها أو يطرام عليها كما استعملت تجموعة البشرية أيضا الأعلام للإشارة لكل ما هو مقدس عندها ولهذا السبب كان وجده كتوب تاريخ ما غفلتش ذكرناه باللي الحضارات القديمة الغابرة كانت لها أعلام مختلف الأحجام والأشكال والألوان اللي كتميز بعضها عن بعض ومنهم حضارات كل من فارس والعراق ومصر ومن اللي جاء الإسلام كديانة مشتش على القاعدة ومشى على نفس المنوار خصوصا بعدها هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم واستقراره بالمدينة المنوارة حيث يوري لنا كتوب صحاب التاريخ والسيارة أنه تبت استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم لمجموعة من الأعلام مختلفة الأحجام والأشكال والألوان لكن هناك من أكد أن أهمها عند الرسول صلى الله عليه وسلم كان العالم الأبيض في الوقت اللي يقول لبعض أن العالم الأسود هو من أعطاه الرسول لأهمية الكبرى ولكن هناك اختلاف بين المؤرخين حول لون العالم اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون كيفضلوه وكيعطيوه أهمية أكبر وكيرفعوه سواء في الغازوات الجهدية ديالهم ولا في مناسبة خلال فإنه من المؤكد أن الخلفاء من بعد هؤلاء صاروا على نفس النهش لكن كانوا كيحددوه الشكل واللون والحجم ديال الأعلام ديالهم فالدولة الأموية مثلا اخترت العالم الأبيض دون غيره باش يرمز للسيادة ديالها في الوقت اللي يقع اختيار الدولة العباسية لللون الأسود لونا للعالم ديالها بعد ما استطعت تهزم الأمويين وتقضي على دولتهم وكان لابد باش تأسس ليها هاوية خاصة وتبين باللي دولتها دولة أخرى جديدة وبفلسفة أخرى ومشي استمرار الدولة الأموية وبأن هاد الدولة قامت على أنقاض الدولة الأموية وهي مختلفة مع سياستها وضدها في كل شيء حتى اللون اللي اخترت العالم هالأسود هو ناقيد اللون الأبيض اللي كان يميز عالم الأمويين وحتى الأمويين اللي استقروا في الأندلوس فعد العباسيين ما تخلوش على العالم الأبيض باش يتبتوا استقلالهم على الخليفة العباسي في العراق ولا غيرر كل هاد الدول المغرب والآخار عرف أمم استعملات الأعلام منذ الماضي الساحق لكن معلومات تاريخية ما سجلتش لنادكش بوضوح إلا ابتداء من القرن الحادي عشر من اللي قرر يوسف ابن تشفين المرابطي في البداية دياله رفع عالم أسود كرمز لدولة المرابطية والشبه دياله الكبير بعالم دولة العباسية لونا وحجما قال بعض مؤرخون بأن يوسف ابن تشفين بايع الخليفة العباسي ورفع عالمه وأن يوسف ما هو إلا واليا للخليفة على ولاية المغرب لكن سرعة عالمات تضحت الرؤية وفني هذا الاستنتاج بعدما تقوّت الدولة المرابطية وصفحتك ترفع عالم أبيض اللون بعيد كل البعد عن لون عالم دولة العباسية اللي بقديمك حل وقالت الدولة المرابطية وبسطط نفوذها وعلى الشأن ديالها انتهت ليأتي الدور على الدولة الموحيدية وتختار كأول دولة مغربية استعمال اللون الأحمر رمزا لها بعدما اختارت عالم أحمرك تستمر بباعة صغيرة باللونين الكحل والبيض ونفس اللون بقسائد عن الدولة المارينية وخذ خلاتها لها تعديل برسم في الوسط دياله شكل النجمادات الأضلوع الثمانية بورتوقالية اللون تتوسط مستطيل هو الآخر بورتوقالي اللون والكل وصلتوا بأوراية حمراء لكن بعد ذهب هؤلاء ومجيء العلويين لم يهتموا في بداية الأمر كثيرا بالرموز وتفرغوا لإرساء قواعد الدولة وتأمينها وبعد أن تأتى لهم ذلك تخذوا العالم اللون الأحمر شعارا للبيت العلوي الحاكم والله ينبسوا الحارس السلطاني الذي يخدمه ويحرص دار المخزن للتمييز عن باقي أجهزة الدولة ومن هنا يمكن لكم تلاحظوا أنه احتلوا الحارس الملكي بقصور الملاكة المغربية لا زالوا يتخذون اللون الأحمر في الباسهم الرسمي كلون يرموز لسيادة الدولة العلوية وحتى الشعب المغربي لم يكن من قبل أن يتم بزاق قيمة العالم الأحمر بحال أن تتم بيه السلطة أو ما يصطلح عليه بالمخزن آناتك وآلبيات المغربة في ذلك الفترة كانوا يعتبروه رمز للأسرة الحاكمة يعتري مباني المخزن الإدارية ويتطرفع فوق قصور السلاطين ويزين مواكبهم وتحركاتهم مع جيوشهم ويحملوا حراسهم المقربون ويستعملوا لهم رسمياً في لباسهم لكن نقطة تحول الكبيرة ستبدأ بعدما ساند سلطان المغرب آناتك المولى عبد الرحمن الأمير عبد القادر الجزائري وإحتاض نوب المغرب لكي يحميه من ملاحقات الفرنسيين الشيء الذي ستسبب في دخول الفرنسيين للمغرب لمطاردة الأمير عبد القادر وهذا ستفعل الجيش المغربي لتصدي لهم قرب مدينة وجدة فوقعت معركة إيسلي سنة 1844 لينهزموا فيها المغربة بسبب الدفاع للجزائريين وتقتلوا منهم المئات وتخربت مدينة طنجة وتطوان وتحتلت مدينة صورة وأغانم الفرنسيون والسلوع على عتاد وأسلحات الجيش المغربي وكل شيء هذه الخسارة بسبب أيش؟ بسبب الدفاع للجزائر التي يأتي من هذه المغيرة المصائب وأرغم المغرب على توقيع معاهدتي طنجة 1844 وللا مغنية سنة 1845 والذي يضرب زب السيادة والمصاريح للمغرب والذي تعهد فيهم مرغما بعد نهزامه بعدم مساندة ودعم الأمير عبد القادر في مقاومة الفرنسيين وهنا نريد أن نشير أن التاريخ الجزائري يبدأ من معاهدة مغنية التي تفرضت على المغرب لكن لا سبولت يوم على حرب إسلي التي كانت نتيجتها معاهدة مغنية ما هو السبب؟ ستسمع صوت الصرصور ومع أواخر سنة 1839 يتطاعد العنف بشكل غير مسبوك أطلق الفرنسيون على حملتهم الجديدة اسم الأبواب الحديدية لم تعرف الجزائر منذ احتلالها حرباً بتلك القسوة والوحشية تم الاعتداء على النساء والأطفال وحرق قرى بكاملها انفرت عقد التحالفات تحت تأثير الإحباط والخوف كانت القبائل تعلن الولاء للفرنسيين وتنقلب على الأمير الواحدة تلو الأخرى تحت الضربات تحت القمع تحت حرب الإبادة تحت سياسة الأرض المحروقة التي مارستها سلطات الاحتلال الفرنسي في الحقيقة نرى بأن هذا الأمر هو الذي جعل في الحقيقة الكثير من القبائل يعني تبتعد تحت الضغوطات عن مساندة الأمير عبد القادر إذن الأمير عبد القادر لم يبقى ذلك الشام والشاب القوي الذي كان يحيط به فرسان على درجة عالية من الفدا على درجة عالية من القوة بدأ يفقد أنصاره واحداً واحداً نحن الآن في سنة 1844 يخسر الأمير موقعة زمالة وتسقط عاصمته المتنقلة في يد القوات الفرنسية بينما تتناقص قواته أكثر فأكثر كانت اللحظة قد حالت للتراجع إلى الأراضي المغربية حيث حليفه القوي السلطان مولاي عبد الرحمن هذا الأمر في الحقيقة جعل القوات الفرنسية تحس بنوع من التحدي فتقدمت القوات الفرنسية وتمكنت من ضرب القوات المغربية في مدينة وجدة مع الملاحظة وهذا كذلك للتاريخ لابد أن نشير إليه أن الأمير عبد القادر قد نبه مولاي عبد الرحمن وقال له إنك لا تملك القوة لمواجهة القوات الفرنسية ولكن الرأي العام المغربي المساندة للثوار الجزائريين يدفع مولاي عبد الرحمن لمواجهة الفرنسيين يخسر السلطان معركة إسلي وتنهار القوات المغربية بإمكانياتها البسيطة أمام القصف العنيف لامورسيار تدخل من الجهة الشرقية للأراضي المغربية وتمكن من ضرب وجدة وقنبلتها لكن إذا نظرنا إلى الجهة الغربية نجد كذلك القائد العسكري جوانفيل الذي تمكن من ضرب العديد من المدن الساحلية المغربية مثل السفيرات كذلك وبدأ يهدد بالتقدم نحو مدينة فاس هذا الأمر في الحقيقة هو الذي جعل السلطان مولاي عبد الرحمن يجبر في آخر المطاف بعد معركة إسلي بأنه يجبر على القبول بتوقيع معاهدة مع السلطات الفرنسية يعني سلطات الاحتلال الفرنسية ممثلة في صلح طنجة في سبتمبر 44 ثم معاهدة للا مغنية في مارس من السنة الموالية يعني سنة 45 وأمام خضوع المغرب كدولة منهازمة لإملاءات فرنسا نهضت حركات إصلاحية بالمغرب لكي تضغطها للسلطان لكي ينهجوا إصلاحات تحديثية بخصوص كل ما يتعلق بالوطن والمواطنة وبدأ كي يتنمى الوعي الشعبي والحس الوطني وتجندوا تعبئوا المغربة للدفاع عن الوطن وهكذا ما بقاش العالم الأحمر حكرا على سلطين المغرب ورمزا فقط لأسرهم وأمرائهم بقدر مولى شعارا لكرامة شعب بأكمله ضد العدو الفرنسي ورمزا للدفاع عن وطنيه ودولته القومية وحسب الوتائق المتوفرة بدأ ترسيم العالم الأحمر في هذا الاتجاه سنة 1906 بعد ما قام الفقيع علي زنيبر بتقديم مذكرة إصلاحية عنوانها طلب الاستقلال ورفض سيطرة الاستعمار وطرقت هذه المذكرة إلى كون العالم الأحمر هو رمز استقلال المغرب والمساواة بين أهله لكن لم يمنع نمو هذا الحس الوطني والوعي القومي بضرورة مقاومة المستعمر من خضوع المغرب لإبرام معادة فاس سنة 1912 التي أعطيت السلطة الفرنسية صلاحية واسعة من أجل حماية وتحديث المغرب وكانت من بين الشروط التي تريد فرنسا بها تقتل حماس الوطنيين وتمسح ذاكرتهم توقع التحرر هي تغيير لون وشكل العالم المغرب الذي راكب مكاسب كبيرة في مقاومة الاستعمار وصبح رمزا للتحرر عند الوطنيين فرفض اليوطي ومعاونيه لعالم الأحمر لأنه حسب رأيهم يعود لفترة ما قبل الاستعمار ولأن اللون يشبهل شعارات الحركات اليسارية لكن بعد رفض المغاربة المحاور والفرنسيين أن يمثل عالم الأحمر بدعوة أن الشعب كله سيتور من أجله لين الفرنسيين مواقفهم وطلبوا من محاوريهم ضرورة إضفاء تغيير على العالم الأحمر باش ميبقاش على الصورة اللي كان عليها قبل الحماية وهنا قترحوا المغاربة مجموعة من تغييرات وكلها كانت تشبت بأرضية حمراء كلون أساسي للعالم وكتضيف له رسم أو كتابة تشير الإسلام دورة المغرب وبعد ثلاث سنوات من الأخذ والرد بين المسؤولين المغاربة واليوطي ومعاونيه وتشبت هذا الأخير برفض العالم على حالته الأولى ورفض العديد من الاقتراحات وافق مضطرا على اقتراح المغاربة المحاورون بوضع نجمة خضراء خماسية الأركان وسط العالم الأحمر بالشكل اللي هو عليه حتى اليوم فأصدر السلطان يوسف بن عبد العزيز بتاريخ 17 نوانبير 1915 أي قبل مئة وستة سنوات ظاهرا يرسم بها علامة الوطني اللي ضفت له نجمة خماسية خضراء واللي بغي يعرف أشكت عنين نجمة بالنسبة للأمم الإسلامية اللي كيستعملوها منذ القرن السابع وخصوصا نجمة السوداسية الأضلع فهي كترمز عندهم الخاتم سليمان اللي كيمنح حسب المعتقدات القديمة الحظ والشجعة والعلم والملك وبركة نبي الله الملك سليمان واخده هذا الشعار اليهود من عند المسلمين في القرون الوسطى وعطاه معاني أخرى واسمه أيضا نجمة داود وهذا دليل على كون يهود المغرب ما عندهم تشي دور في اختيار النجمة للعالم المغربي وكان راني بينت بالدليل لهدوك الجهال اللي كيدخلو عندي ويعلقوه اللي العالم المغربي هو عالم اليوطي بل رخصهم يمشيوا يقرأوا التاريخ لأن العالم بلونه الأحمر عرفوا المغرب من أيام الموحدين المارينيين والسعديين اللي سبقوا ولاد اليوطي وآخيرا العلويين اللي سبقوا الماجئ ديالوه للمغرب أما لو كانوا المغربة داروا الخاطر اليوطي في اختيار العالم كون عالمنا كان كيشبه العالم المستمر الفرنسي مثلا أو على الأقل كيشبه العالم دول أوروبية المسيحية في الضوق واللي كلها بلاستثناء خالية من النجمال اللي كتمييز الأعلم الإسلامية بللون الأحمر اللي هو أرضية عرفها المغرب منذ مدة طويلة في الأعلم ديالوه وكون كانوا المغربة خانعين اليوطي ولم عاجزوا ما عندهمش القدرة على خلق عالم خاص بهم كيمييزهم بوحدهم على باقي الأمم كون قبلوا عالمهم يشبه العالم المستمر الفرنسي مثلا بحال واحد دولة جراء اللي يمسكينا موال فتسرقوا ما عندهش إبداع أو لا ما قدراش تنسى المستعمر ديالها اللي سبق السابق واخضات عالمها من عنده ربما باش تبقى ديما تتذكر تباعي ديالها له أو لا حيث ما عندهش قدر على خلق عالم خاص بها بعيدا على النقيل أما بالنسبة لهذوك اللي يشبه العالم المغربي بالعالم الإسرائيلي فأنا كنقول لهم ليهور المغربة بإسرائيل أما عندهم شعوق ذاين ينقلوا الأشياء الجميلة من الحضرات وماشي كي يصرقوا بحال شي وحدين حيث هما دايما ينسبوا الأشياء لما لها فمثلا القفطان كيلبسوه في إسرائيل وكيسميه القفطان المغربي العرس بالعمارية كيسميه العرس المغربي أزليج النقش الأغاني الشعبية ديالنا كذلك وخاكين الحويج اللي مشاركين معنا في أخوتنا في الوطن من اليهود اللي ما هجروش من المغرب وكيين اللي كانوا هما مبدعيها لكنها تنسب لأصلهم المغربي وللمغرب وأنا ما غضيش ندعي أن اليهود سرقوا الشكل اللي للعالم ديالنا وداروه سوداسي بلون مزرق لكن الأهم من هذا هو أن العالم المغربي على شكله الحالي ترسم كعالم دولة منذ سنة 1915 أما العالم الإسرائيلي مبان حتى سنة 1948 إذن بلا مزيادات من هذا البهب فكلنا عارفين بالله الذي سبق أمره ما يقلد للحق أو لا؟ إلا عندك أنت طبعاً لأنك مرفوع عليك القلم وآخر حاجات تستعملها هي المنطق وعقلك أو المخ المخ الذي تستعمله في الصندويتشات أما بخصوص النجمة الخماسية فهي كترمز الأركان الإسلام الخمسة واللون الأخضار كيرمز البيض رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد طرق الصوفية تستعمل في لباسها وفي الزوايا وفي كل أتوابها وليس لا يمكن أن يخطر لنا نجمة من أجل أركان الإسلام واللون الأخضر من رسولنا وقبل أن نختم تحية العالم المغربي اللي كيرمز الحضارة الدولة العظيمة اسمها المغرب لها تاريخ وحاضر وبإن لا سيكون لها مستقبل أفضل بكثير من مستقبل كل من عادها لأنها أمة عمل وتبدع ولا تعرف أي شيء غير العمل وهذه أعلمنا ورّونا أعلمكم ونضيف العالم المغربي كي يخص المغاربة فقط وانت أجد خلم أجد خلسي ذا الويدة ديلك في الموطع موسيقى 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 موسيقى